بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتك وشرح قاعدة الاتصاق في myfunded fx قاعدة الاتصاق دي حاجة جديدة ابتدعتها myfunded fx لكنها سهلة يعني سهلة الفهم هو بيقولك ايه؟ بقولك لنا نفترض ان انت معاك حساب بمئة ألف تمام؟ فاليوم الاول الحمد لله وصلت الى 97000 يعني خسرت 3000 دولار اليوم التاني انت ربحت 4000 دولار فانت عوضت الخسارة السابقة تمام؟ ووصلت الى 101 لكنك ما زلت مستمر في هذه الصفقة انا بشرح لك اللي موجود هنا تمام؟ ما زلت مستمر في الصفقة ما قفلتاش لم تغلق اليوم التالت طبعا وصلت لي 103 فربحت 2000 من 101 وصلت لي 103 فربحت 2000 مستمر الصفقة معاك هنا ربحت 3000 من 103 ربحت 3000 دولار بقى 106 اليوم الرابع هنا ربحت 2000 دولار تمام؟ فاصبحوا 108 هنا ربحت 1000 دولار فاصبحوا 109 تمام؟ طبعا انت بعد خمس ايام ربح تقدر تسحب لا يوجد اي مشكلة طيب ايه الحكاية بقى؟ هو بيقول لك افضل ربح انت حققته كام؟ افضل ربح هنا هو الى 4000 صح؟ اللي انت ربحت 3000 دولار عشان تعوض الخسارة ديت وربحت 1000 دولار زيادة يبقى 4000 عوضت الخسارة ب3000 و1000 زيادة يبقى 4000 ده اكبر ربح ليك هو بيقول لك ايه؟ القاعدة بتقول لك ان ايه هو اعلى ربح ليك اضربه في اتنين تمام؟ اهو اعلى ربح التوتال بروفيت لابد ان يكون اعلى او يساوي من اتنين في اه يوربست دي افضل يوم عندك تمام؟ اه يوربست دي ده اه الى 4000 لازم بقى التوتال بروفيت ده اجمالي الربح الخاص بيك يكون اعلى ايه؟ من اه افضل ربح عندك افضل ربح عندك كام؟ 4000 يبقى لازم يكون اكبر من 8000 او يساوي 8000 تمام؟ لازم التوتال بروفيت يكون 8000 فاعلى فهو هنا كام؟ 9000 فخلاص مفيش ايه مشكلة مبروك خيامت القاعدة ديت لازم تجيب اه يوربست دي افضل يوم تداول عندك حققت فيه ارباح وتضربه في اتنين لو توتال الربح يساوي هذا الرقم او اعلى منه خلاص مفيش مشكلة لكن افرد اللي هو 7000 ونص لا افضل بقى اعمل ارباح لغاية ما توصل ل8000 فاعلى تمام؟ لازم الارباح دي لما تضرب في الاتنين يبقى تمانية يبقى انت مطالب اللي انت تعمل 8000 دولار حتى تستطيع السحب تمام؟ دي بوساطة شديدة اه القاعدة الخاصة بالاتصاك وانا شايفها دي اه قاعدة موجودة منذ قديم الازل في بعض شركات التمويل ان انت اعلى ربح عندك اه لا يساوي اه هو هو النص يعني نصف الارباح تكون في يوم تمام؟ يعني نصف الارباح اللي انت حققتها هم عاملين اتنين ومضاعفة وكده لأ هو نصف الارباح في يوم انت تكون حققته مفيش اي مشكلة تمام؟ لكن مش اكتر من النص هنا انت حققت اربعة تلاف فانت لو حققت تمن تلاف خلاص يبقى النصف اربعة تلاف فمفيش مشكلة تقدر تسحب سبعة تلاف وتسعمية لأ سبعة تلاف تسعمية تسعة وتسعين لأ تمن تلاف تسحب تمام؟ الارباح تلاف دي تتضرب في اتنين تمن تلاف زي الفل تقدر اه تسحب مفيش اي اه مشكلة شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله طبعا احنا بنرجو من الشركة ان شاء الله اه كانوا عملوا يوم اربعة سبعة واحنا ملحقناش الحكاية ديت اه حتى نشرحها اه اللي هو الكبون خاص من خمسة وعشر بمية يا رئية الشركة تقبلنا كود خاص بس مش يوم واحد احنا هنسجل امتى والناس هتدخل امتى يعني اكيد احنا مش فتحين الخزنة على طول بندفع الفلوس على طول يعني اعطونا فرصة حتى لو اسبوع خمس ايام بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر نسجل معاكم بس يكون كود خاص جيد يعني يكون عشرين من مئة خمسة عشرين من مئة ولمدة طويلة نوعا ما شكرا جزيلا وبالتوفيق